اشتركوا في القناة 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 في هذه الأسار هذه الحكومة بصدد وضع الدعمات الأساسية لعادة هيكلة بنيوية لآليات الاشتغال أنظمة التضامن الاجتماعي اللي كتأسس الآن على الرعاية والكرام للجميع إذن بما معناه أن الدعم المباشر سوف لا يرتبط فقط بالفئات المستهدفة بل هو أكبر من ذلك لأنه أكمل دورة تعميم شبكات الأمان الاجتماعي على المجتمع بأكمله عبر إدماجي آخر فئة وهي الفئة الآن هذه ديال الأشخاص الذين في وضعيتها شاشة باش يدخلها داخل شبكات الأمان الاجتماعي التقليدية والنظامية واللي كتأسس على الصحة والسكان والتعليم ومتضامون والدعم المباشر هذا المشروع هذا اللي هو برعاية من جلالة الملك سوف يجسد أولا يجسد الإصلاح الإصلاح الأولوية الملكية اللي كتجل في حماية المواطنين إصلاح يأتي في وضعية محورية لأنه في وقت محوري لأنه الآن المنعطف لك يعرف الاقتصاد الوطني مع الإمكانيات اللي غدت تطرح في المستقبل فبالتالي هذا الورش هذا سوف يجعله مكانا لكل مكونات المجتمع باش يمشيوا في هذه المنعطفات اللي غد يعرفها الإصلاح والاقتصاد الوطني مبادرة منصقة نظام ممول ومستدام ونا غنتكلم على الاستدامة بل الآن تفاصيل كتعرفوها تكلم عليها سيد رئيس الحكومة في مجلس النواب وعندكم يعني موطسقة فقط اللي ممكن نضيف في هذا الموضوع هذا لأنه كتعرفوه 200 درهم لكن ديما المينيموم ديال 500 درهم بالنسبة للأسرة إلا كان الطفل يعني لا قدر الله فضعية إعاقى داك المئة درهم جال إزراء ديال من حد الولادة طفل أول ألفين درهم والطفل الثاني ألف درهم لماذا؟ باش نعطيه إمكانية للأمهات باش يبقوا محافظين على داك الانتظام بالمراقبة الطبية لأن هذا شيء يكون طبعا عنده واحد شروط اللي خاصة يكون دائما الانتظام والتحاليل خاصة أنه ده بفئة المجتمع كلها عندها هذة الإمكانية ديال التغطية الصحية باش الجانين ينمو في ظروف جيدة ونحدوه ونقصوه من هذة المشاكل اللي كترتب على عدم زيارة الطبيب فهذه مكتسبات مهمة وإلى غا تنتبه في التفاصيل اللي قدمها سيد رئيس حكومة في مجلس النواب ربطها مع التمدرس طفل اللي قل من 21 سنة وماشي من تمدرس ياخد واحد واحدة تعويضات عائلية أقل من طفل في وضعيات تمدرس لأنه هذا الهدف هذا الدعم يجب أن يؤدي وظيفة والوظيفة الأساسية بالإضافة الكرامة إلى غيرها من الوظائف يؤدي الوظيفة لنحافظ ونحقيق الارتقاء الاجتماعي إذن التركيبة تكلمت عليها هذا شيء سيمشي بشكل متدرج 2024 2023 الآن سنبدأ ديسمبر 2024 ستكون واحدة زيادة 2025 ستكون إن شاء الله واحدة زيادة واحدة أخرى ستكمل هذا الورش في 2026 الكلفة وكلكم كتعرفوها ل 24 25 مليار 29 مليار سنويا إبتداءا من 26 لدينا 10 مليار التغطية الصحية ونحن بـ 40 مليار الدرهم هذا طبيعي جدا أنه يطلب من الحكومة أنها تعمل واحد لمجهود لكن يجب أن ننسى به أولا ويجب أن نركز على أن هذه المرحلة الأولى التي هي ديسمبر ويناير وفبراير ومارس من السنة المقبلة لا نتكلم على إصلاح المقاص في هذا الوقت سنتكلم على أن الناس يأخذوا التعويضات يأخذوا التعويضات ثم مني مر الفصل الأول من السنة المقبلة أنا داك سوف نبدأ تدريجيا في تطبيق هذا الإصلاح هذا الذي ينسجم مع القانون الذي ينظم التغطية الصحية واللي جاء وتم الاعتماد خلال الولايات السابقة إذن هذا بخصوص الدعم الاجتماعي كما قلت الذي هو ليس فقط مجرد إجراء بسيط هو تحول كبير جدا على مستوى الفعل العمومي وعلى مستوى السياسات العمومية طبعا بإرادة من جلالة الملك والحكومة نفذت الإرادة جلالة الملك وفق الأجندة وفق الأجال وأيضا وفق يعني مبالغ التعويضات كما هو محدد لكن في نهاية المطاف يبقى هذا الورش هو ورش لجميع المغاربة ويحتاج أنه يعرف واحد المساهمة من مختلف المتدخلين كيفما كان هذا علش غتلقوا إصلاحات في قانون مالية لهذه السنة لأولا كتنساجم مع الخط ديال الإصلاح اللي جاء في المناظرة الوطنية لإصلاح الجبايات العمومية نفس لإصلاح الجبايات نفس المسار بدنا أولا بإصلاح الضريبة على الدخل هذه السنة هذه سوف يتم إصلاح الضريبة على القيمة المضافة باش نمشي إن شاء الله في هذه المنحة لكن إصلاح الضريبة على القيمة المضافة يجب أن ننتبه هناك مواد كثيرة جدا يستهلكها المغاربة واللي كانت تطبق المستوى ديال الضريبة اللي محدد السبعة في المية كمجموعة من المواد بحل الحالي بحل الكتب المدراسية بحل العلاب السردين بحل الزبدة إلى غيرها من المواد هذه سوف يتم إلغاء الضريبة على القيمة المضافة بمعنى أن هذا السبعة في المية اللي كانت تتخلص سوف يتم إلغاؤها بشكل يعني نهائي وهذا فيه أيضا يعني واحد شجيع نوعا ما لمعالجات مشكلات التضخم لا تنسوا الاشتراك في قناة الأيام 24 وتفعيل خاصية الجرس ليصلكم كل جديد